وما زالت كورونا تتصدر المشهد داخل نادي الرجاء المغربي حيث أعلن النادي عن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس ضمن صفوف الفريق لست عشرة حالة وهو ما يتطلب أسبوعا كاملا للتعافي وحتى الآن لم يكتمل شفاء أي لاعب وقد سبق أن تم منع سفر الفريق إلى القاهرة من قبل السلطات المغربية التي طلبت من اللاعبين والإداريين الدخول في حجر صحي بالمغرب لحين الخضوع لمسحة طبية الثلاثاء المقبل لتحديد موقف الفريق من إمكانية مواجهة الزمالك بالقاهرة في إيابة دوري قبل النهائي لدوري الأبطال